هناك تصريح أيضا لبايدن عن يعني لا أعرف هو ينتقد إسرائيل أم ينتقد أمريكا أم هو مجرد تصريح فقط يعني يقول فيه بأنه كان من الممكن تدمير حماس ولكن ليس بهذه الطريقة تمام يعني أنا عايزة أقول لحضراتك أن هناك خلاف كبير جدا كان بين بايدن وبين يمين نتنياهو حضراتك نرجع كده لفبراير 20-24 لما كان لأول مرة نسمع الولايات المتحدة الأمريكية بتتكلم على حل الدولتين يعني احنا بنتكلم على حاجة من الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة نسمحها أو ما بتترددش كتير ورفض ساعتها بين يمين نتنياهو هذا الموضوع وأعتقد أنه كان حصل خلاف في هذا الموضوع بالرغم أن احنا عايزين نقول أن قرار التقسيم رقم 181 منذ عام 48 بيقولوا أن هناك دولتين دولة يهودية بجانب الدولة الفلسطينية ولكن المجتمع الدولي لا يعترف حتى الآن ألا بجانب الدولة اليهودية فأنا أعتقد أن التصريح حتى التصريح النهاردة أو اللي حصل التصريح التلفزيوني اللي احنا شفناه لبيدن عدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل علشان تكون ورق الضغط لعدم كل الأسلحة شحنة شحنة وده اللي قاله المتحدث باسم الوزير الخارجية يومها قال أن هذه شحنة فقط من عدة شحنات ليست شحنات كثيرة وبريطانيا بتؤكد أننا بستمر في الدعم لوصول الشحنات الموجودة وبريطانيا كلنا نعلم هي الحليف الأول لإسرائيل ليست الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بريطانيا هي صحبة الوعد القديم بالضبط يعني الصهيونية العالمية بدأت من مارتين لوثر كينغ من بريطانيا وهي الداعم الأساسي للدولة العبرية فإذا يعني أنا أعتقد هذا التصريح أستاذ شافكي ممكن نقدر نقول القشة التي سوف تقسم ظهر البعيد يعني أنا أعتقد أن اللي عملته حماس في خلال المتين يوم اللي احنا شايفينه أعتقد ده ممكن تكون المكسب الوحيد اللي طلعت به حماس هو اعتراف بايدن بأن الأسلحة التي يصدرها استخدمتها إسرائيل في قتل المدنيين في غزة ليس فقط وقف هذه الشحنة وعدم تصدرها هذا يعني إحدى تصريحات بايدن طبعا أيها إحدى تصريحاته أعتقد أنه مكسب كبير حتى في المجتمع الدولي أنه أنا بعترف أن هذه الأسلحة كانت بتستخدمها إسرائيل في قتل المدنيين في غزة وأنه أنا مش هصدر هذه الشحنة لو استمرت إسرائيل في الدخول إلى المدنيين بالرغم أن الأنرواء النهاردة أعلنت أن هناك 80 ألف نازح من رفح الفلسطينية خرجوا من بيوتهم في أماكن متفرقة من مدينة رفح فإذن هناك أيضا نزوح للأهالي في رفح بغض النظر من بايدن قال أنه لا أصدر الأسلحة وحضرتك رجعي من أين إسرائيل تأخذ بأي وعدة أو بأي تصرحات؟ مجلس الأمن الأخير لما اتكلمت وقالنا أننا سنوقف وقف الفوري لإطلاق نار أو وقف المسردام لإطلاق نار إسرائيل لا تسمع إلا لصوت إسرائيل بالضبط طيب أنا هطلع فاصل ولكن يمكن بس هطرح سؤال أيضا ويشترك معنا أيضا محللنا وضيفنا الفلسطيني عايزة برضو أعرف من حضرتك الإشادة الدولية بالدور المصري يعني أحيانا أرى بأن مصر هي الصوت العاقل في المنطقة اللي بيحاولوا هي الشوكة اللي وقفة في زور إسرائيل طول الوقت وده اللي نتمنى أنها تكون الحقيقة طوق الأمان كما سموها الشعب الفلسطيني اللي بخير